اشتركوا في القناة للمسؤولين باش نحسنونهم اوضحهم المعيشية اليومية في مقاومة الفقر والجريمة بالتنسيق مع الادارات المعنية اني بنت فلاح ونعرف المصاعب اللي يعيش فيها في الوقت الحاضر مع توفير العلف والمشاتل والبذور وحل المشاكل والمسالك الفلاحية سنعمل على تطوير البنية التحتية تهيئة بعض الاحياء بالتنسيق مع السلطات وتعبيد الطرقات ربط المنازل بقنوات الصرف الصحي والنظافة الدورية سنراهن على الشباب والإحاطة به بتوفير دور الثقافة ومرافق الترفيه التي تنقص مدينة جمال صفة كبيرة مع تنمية وتطوير الرياضة توسع وزيادة في القاعة المغطاة بجمال لنظرا لاكتظار القاعة وكثرة النشاطات بعض مركب جديد متطور في جميع الاختصاصات نظرا لتطول الكثافة السكانية بالمستوصف المحلي بجمال الشرقية ودعم المستوصف من حيث النقاص سنعمل على تطوير المؤسسات التربوية تطوير البنية المعاهد الثانوية بجمال النظر في الوضعية الرديئة لبعض المدرس الابتدائية بجمال حث السلطة على تأمين أساسات تربوية وليست الدولة وحدها كفيلة بدعم هذه الإنجازات سنعمل على تشريك رؤوس الأموال في المساهمة ومديد المساعدة لننهض بمدينتنا وإعادة الأضواء لها نحب نقول اللي جمال للجماملية معا ومبعضنا نمد نخدم بلادنا والشك اللي كان لكل من انتخبني في الدور الأول وخرج المكاتب الاقتراع معامل عليكم أبناء وابنات منطقتي جمال الشرقية بالمدرسة التالية مدرسة المنار مدرسة الشهداء مدرسة القصاص ومدرسة الهداية باش تصوتوا لي مرة أخرى منكم وإليكم صوت واحد أصواتكم تهموني مدرسة المنارسة المترجم للقناة ترجمة نانسي قنقر مدرسة المنارسة المترجم للقناة